وصفة النهاردة بقى ما يختلفش عليها اتنين حاجة كده اللهم مبارك زي العسل تعالى اقولك انا النهاردة عملت ايه اول حاجة نزلت بمعلقتين من الزيت واستنتهم لحد ما سيخنوا معايا وبعد كده نزلت باللحمة المفرومة بدأت اللي انا اشوح بيها بالشكل دوت كده لحد ما لونها كده يديني اللون اللي هو اللون الرمادي هتشوفيه دلوقتي ايوه هو اللون ده بعد كده نزلت ببصلايا كده حلوة وطبعا البصلايا بدأت اللي انا قلبها مع اللحمة كويس جدا لحد ما البصلايا بدأت اللي هي تدبل معي نزلت بمعلقة فلفل اللي هو هريسة الفلفل الرومي مش الفلفل الحرق طبعا بعد كده قلبتهم مع بعض كويس جدا وكنت محطارة معايا الجزرايا وفلفلايا بس الجزر هنا انا بشراه قلبت كله مع بعض والفلفل اللي انا استخدمته فلفل رومي بعد كده حط نص معلقة صغيرة من الملح وزيها فلفل اسود وزيها بهارات لحمة لو مش متوفر عندك بهارات لحمة استكفي بالملح والفلفل هحضر بقى معايا معلقتين كبار من صلصة الطماطم المعلبة وهحط نص كوباية من المياه وقلب الكلام ده كله مع بعضه وسيبه كده على النار لحد ما اللحمة تستوي والطماطم كمان تتسبك معي في الوقت ده وكت خلاص بقت معايا تمام تعالي نجري بسرعة نكمل بقية الوصفة بتاعت معلقتين بقى من السمنة سيحتوم كويس جدا ودهنت الصانية اللي انا هستخدمها والصانية دي مقى ستلاتين ورقة الجلاش هبدأ اللي انا احطها بالشكل دوت كده لو انت عايزة تقطعي الاطراف ايه ليه بالصانية وقطعي الاطراف لكن هي الاطراف ما بتعملش اي حاجة خلص ما تخفيش بس حاولت كل ما تيجي تحطي ورقة ما تحطهاش على اللي انت عاملها تخريها كده شوية علشان خطر بس ايه تبقي عكس اللي انت عاملها اكيد فاهميني طبعا بين كل ورقة ورقة هندهن بقى ايه دهنة بسيطة من السمنة وعايزة اقولك اللي انت تقسمي ورق الجلاش يعني تخلي النص من تحت يعني تعديهم لهم عشرة يبقى تحطي خمسة من تحت وفي النص اللحمة وبعد كده بقى ايه الخمسة التانية هنا خلاص حفرتت اللحمة بتاعتي ومعايا بقيت ورق الجلاش هحطه بالشكل دوت كده وطبعا بين كل طبقة وطبقة بندهن سمنة بسيطة جدا بس اهم حاجة اللي انت تدهنيها كويس قوي بالشكل دوت كده طبعا عايزة اقولك الجلاش بتاعنا النهاردة مختلف تماما عن اللي انت بتعمليه جربي بس لطريقة ديت ما تحطيش البيت واللبن دلوقتي هقولك تحطيهم ايه ده نبدأ بقى اخر ورقة خالص نقفلها بالشكل دوت كده معرفتش تطلعيها بحرف المعلقة كده هتطلع معاك بكل سهولة وكده هادر اقولك اللي اللفة بتاعتنا بقت تمام اوي صنية الجلاش بتاعتنا اخر قلاجة هنقطحها بقى بالشكل دوت كده وطبعا ليك حرية الاختيار في التقطيع هدخلها بقى على الرف الوسطاني بس هنزل الشبكة تحت شوي وهشغل النار من تحت بس هقطحها بقى بالشكل دوت ودهنها بقى دهنة بسيطة كده من السمنة مش هحط سمنة تاني خلاص كده بقت معايا تمام هدخلها بقى الفرن وتعالي نحضر التكاية بقى اللي هقولك عليه معايا كوباية من الحليب والحليب سائع وحطت عليه رشة ملح ورشة فلفل اسود هقلبهم مع بعض كويس جدا وبعد كده هنزل ببضايا وقلبهم مع بعض كويس جدا لحت ما تأكد اللي البضايا اختلطت باللبن هنا كان خلاص بقى الصنية بدأت اللي هي تتحمر معايا بالشكل دوت هتطلعها من الفرن احط عليها الحليب واللبن ودخلها تاني الفرن التكاية ديت بتفرق جدا في الطعم غير خالص اللي احنا متعودين عليها اللي انت تحطي كله على بعضه ودخليها الفرن لا دخليها الاول واستني كده ما تاخد نص سوا وطلعيها سقيها باللبن والحليب ودوقي بقى وكلي احلى جلاش باللحمة المفرومة طبعا تقدري تستبدلي اللحمة المفرومة باي حشو انت تحبيها هدخلها بقى الفرن وهو الرهالك دلوقتي وهي في الفرن بص كده ده شكلها وهي في الفرن بسم الله ما شاء الله بتبدأ اللي هي تتنفخ معايا بالشكل دوت علشان خطر سقيق سقيقينها كويس جدا من اللبن والحليب وكمان السمنة ده شكلها بعد ما طلع انا مشغلتش الشوية هي بسم الله ما شاء الله مش محتاجة الشوية ولا اي حاجة مرمشوا من بره وطرية من جوه طعمها حلو جدا اللحمة مظبوطة كل حاجة فيها مظبوطة مورقة زي ما انت شايفة استناكي تجربيها ان شاء الله بإذن الله على صفرتك في شهر رمضان كل سنة وانتم طيبين اشتركوا في القناة